وَإِمَامِي مَا تَظَارِي وَإِمَامِي مَا تَظَارِي وَإِمَامِي مَا تَظَارِي وَإِسْنْ مَرْمِي عَلَى التَّرَايِ دَارَتْ عَلَيْهِ الْكَتَايِبِ حسين مَرْمِي عَلَى التَّرَايِبِ دَارَتْ عَلَيْهِ الْكَتَايِبِ بِلَا نَصِيبِ بِلَيَّ صَاحِبِ صَدْرَ مِيدَ لِلْمَرَامِ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ارفعوا أصواتكم بالصلاة عليه فإنها تذهب بالنفاق صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ويا مولا يیا رسول الله صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أمير المؤمنين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى أبد الآبدين فازو الله من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ يا إله حصنكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيم البدار البداوى يا رآل نزاري القصيدة وهذه الأبيات من القصيدة الرائعة لأحد علماء الشيعة الكبار وهو آية الله الشيخ عبد الحسين شكر النجفي قدس سره الشريف وهو من العلماء الكبار وهو من تلامذة هو وأبوه الشيخ أحمد شكر النجفي من تلامذة الشيخ الأوحد والسيد الأمجد صل على محمد اللهم صل على وعنده قصائد في مدح هذا الشيخ الجليل وعنده حوادث يذكرها في كتبه التي ذكرها الشيخ أغاب زرق الطهران في الذريعة وإن شاء الله نذكر بعض ذلك في بعض مجالسنا وخصوصا حادثة مهمة ينقلها عن الشيخ الأوحد قدس سره نذكرها في معنى الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صحيح هو يمدح الشيخ قدس سره بقصيدة رائعة منها لأحمد أو لأحمد نجل زين الدين نور حكى خير الورى والغر آله ومذكملت زجاجته صفاء به أبدى الإله لنا جماله أراد تجليا للخلق فيه فألقى في هويته مثاله اللهم صلى الله وآل محمد إن شاء الله في ليلة من الليالي عندما نعرج على شرح حديث كوميل عن الحقيقة نذكر معاني هذه الأبيات الرائعة فهذا الشيخ الجليل له قصائد في أبي عبد الله الحسين عليه السلام ومنها هذه القصيدة وهي قصيدة حسينية عظيمة البدار البدار آل نزاري قد فنيتم ما بين بيض الشفاري لا تذوق المعينة واقضوا ضمايا أيوة عطشانة واحسينة لا تذوق المعينة واقضوا ضمايا بعد ظام قضاء بحد الغرار لا تمد لكم عن الشمس ظل إن في الشمس مهجة المختايا السلام على المرمل بالدماء يعني اختلط الدماؤه بالرمال على أرض كربلا لا تذوق المعينة واقضوا ضمايا بعد ظام قضاء بعد ظام قضاء بحد الغرار لا تمد لكم عن الشمس ظل إيايا إن في الشمس مهجة المختايا يا ري صح ونادي أيوة حسينة أيوة طريح أرض كربلا لا تمد لكم عن الشمس ظل إيايا إن في الشمس مهجة المختايا يا ري صح ونادي يا ري صح ونادي لا تشق يا ري صح ونادي لأعلى فهر قبور يا ري صح يا ري صح ونادي ملقا بلا إقبايا يا ري Garrett يا ري صحيح يا ري صح يا ري صح ي beauty يسمحوا لي بن الزهراء بن هاشم الثادة بنائي العم يا ري صحيح رأس حسينين أيوا حسين رفعته فوق القنى الخطايا واعتذر لكم عن هذا البيت لكن من باب حدثوا شيعتنا بما جرى علينا هتكوا يوهتكوا عن نسائكم كل خدرين هذه زينب على الأكواة تقل حيدر حيدر يبوي ما تجين وتشوف نشلون نسب والله سبايا ونتستر بدين وزيان العباد من قيدين يبشوا يتلفت بعين يقول أبويا حسين وانا يا أبويا أنت متت وحنا نوليان يا أبويا يا أبويا يا أبويا وليان يا أبويا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلبي ينقلبون والعاقبة للمتقين من زيارة لمولانا الإمام الحسين عليه السلام أشهد لقد اقشعرت لدمائكم أضلة العرش مع أضلة الخلائق وباكتكم السماء والأرض وسكان الجنان والبر والبحر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحزن والجزع والهلع أمور ثلاثة لها مصاديق متعددة وكل أمر من هذه الأمور الثلاثة الحزن أو الجزع أو الهلع له ترجمة مختلفة عند المخلوقات ليس عند بني البشر فقط بل حتى عند الله سبحانه وتعالى كيف عند الله سبحانه وتعالى الله هل هو يحزن أو يجزع أو يهلع إن الله لا يحزن كحزننا ولا يجزع كجزعنا ولا يغضب كغضبنا كما في الروايات وإنما خلق أولياء فإذا غضبوا غضب وإذا حزنوا حزن وإذا أسفوا أسف الله عز وجل ليس من صفات الحزين من صفات أنه أنه يغضب عموماً فإذا نسب الحزن أو الغضب إلى الله سبحانه وتعالى فهذا معناه وسيأتي الإشارة إلى ذلك أيضاً برواية لطيفة يذكرها ليست رواية وإنما رأي لابن الجوزي في غضب الله عز وجل وحزنه المهم عندنا حزن وعندنا جزع وعندنا هلأ والحديث عن كل واحد ومصاديق الحزن مصاديق الجزع مصاديق الهلأ عند المخلوقات يحتاج إلى كلام طويل وطويل جداً عموماً البحث علمي وعلماء الشريعة علماء الطائفة يذكرونه تفصيلاً ونذكر إن شاء الله بما يسمح به الوقت شيء من ذلك لأنه لا يسقط الميسور بالمعسور لكن قد يكون في أذهان بعض الحاضرين أو المستمعين تساؤلات فلا يعترض بأن البحث لم نعطيه حقه لأننا محددون بوقت عندنا وقت ما نطلع عن هذا الوقت ولا كل شيء ذكرت العام وأذكر هذه السنة وفي كل سنة المنبر لا يعطيك تفصيل كل شيء يعطيك إجماليات وعليك الباقي عليك أن تسأل عليك أن تقرأ اليوم عندي بحث إن شاء الله أشير فيه إلى هذا السفر العظيم شرح الزيارة الجامعة الكبيرة للشيخ أحمد بن زين الدين الأحساء على الله مقامه الشريف أعتقد هو موجود في هذا المكتب جبت من هاي المكتبة أعتقد لم يقلبه أحد هاي النسخة قصدي وهذا نتحدث عنه أيضا تفصيلا الله سبحانه وتعالى يعرف طبيعة البشر خالقهم ويعرفهم أول آية وأول كلمة أنزلها شنو ما هي اقرأ يعني يعرف ما حد يقرأ أو واحد بالمليون زين اللي يقرأ قال اقرأ لكن من يقرأ الكتب مهجورة للأسف في بيوتاتنا عندنا مكتبات قد نسوي لكن ديكور ديكور وهذا فإهمال وإساءة ربما إلى روايات أهل البيت عليهم السلام وما يريدونه أهل البيت ما يريده الله اقرأ يعني بدون القراءة الإنسان يكون جاهل فنحن محددون بوقت فأشير إلى القسم الأول الحزن ما هي مصاديق الحزن وكيف يحزن الإنسان كيف يعبر عن حزنه هل هو فقط في الكلام أم بالفعل وما هي حدود مصاديق الكلام والفعل والتصرفات وهكذا مباحث تبحث وتذكر علميا قبل هذا أبين حزن الله عز وجل إذا صح التعبير وقلنا هو غضبه ما الذي حصل لله عز وجل عندما قتل أبو عبد الله الحسين عليه السلام رح يأتينا ما الذي حصل لكل المخلوقات مو للبشر فقط ما الذي حصل للجمادي وللنبات وللحيوان وللإنس وللجن وللملائكة وكل ما خلق ربنا ما يرى وما لا يرى كما يقول الإمام الصادق عليه السلام ما نعلم وما لا نعلم ما الذي حصل بعد هذه الداهية الكبرى اللي عبر عنها كعب الأحبار بملحمة الإسلام ليس الشيعة فقط يعني يهتمون بها إلى أن اتهمنا بالغلو في ذكر مصيبة أبي عبد الله الحسين عليه السلام عبارات روايات قصص كثيرة قل ما يخلو كتاب من كتب المسلمين لا يذكر عظم هذه المصيبة وهذه الداهية الكبرى أنا ذكرت ذلك في تحقيق كتاب مقتل الإمام الحسين عليه السلام لبنما الحلي قدس سره هذا من أقدم المقاتل التي ألفت اسمه مثير الأحزان أقدم مقتلين موجودان الآن هو هذا المقتل ومقتل اللهوف أو الملهوف على قتل الطفوف لابن طاووس الحلي قدس الله نفسه وهذا غير محقق حققته مؤسستنا مؤسسة الأوحد للطباعة والنشر ومركزها في النجف الأشرف وكان المتبرع في طباعته الجزء الأكبر كان امرأة مؤمنة من أهالي الكويت الله يحفظكم جميعا بالإضافة إلى كتب أخرى هي تحملت الجزء الأكبر هنيئا لها وهو موجود هدية أي واحد يأتي إلى النجف الأشرف يتصل بي إن شاء الله يأخذ نسخة نسختين كم يريد موجود هذا الكتاب ذكرت تفصيلا وفي مقدمة الكتاب في تحقيق هذا الكتاب ذكرت هذا المعنى أنه قل ما نادرا أن تجد كتاب من كتب المسلمين وخصوصا في التاريخ أو الفقه أو أي علم من علوم الدين لا يذكر شيء من مصيبة كربلا ومصيبة أبي عبد الله الحسين عليه السلام إما شعرا أو نثرا حوادث قصص آيات وقائع روايات أمور غريبة عجيبة منها قول هذا الرجل كعب الأحبار ملحمة الإسلام التعبير هذا وأمور أخرى كثيرة المهم فمنها الطبراني وغير الطبراني وغير الطبراني يذكرون هذا الكلام لابن الجوزي أنقله لكم بالمعنى وربما أنا كتبته حتى أنقله نصا لكم إن كان موجود إن شاء الله هو الآن ليس موجود ولكن ماذا يقول ابن الجوزي مضمون كلامه إذا كان هناك مغايرة في اللفظ يقول الإنسان إذا غضب إحمر وجهه الإنسان من يغضب يتأثر وجهه بهذا الغضب يبدو عليه زين فالإنسان إذا غضب إحمر وجهه فعلمنا أنه غضبان أما الله سبحانه وتعالى ليس بجسم الله سبحانه وتعالى ليس بجسم فإذا غضب ما الذي يحصل إذا غضب يتأثر الكون تتأثر السماء هذا تعقيبا يذكره على الروايات الكثيرة التي ذكرت أن هذه الحمر في السماء لم تكن قبل قتل الحسين عليه السلام وإنما صارت بعد مقتل الحسين عليه السلام فيقول ماذا فيقول علمنا بأن الله سبحانه وتعالى شنو غضبان قد غضب فغضبه أثر بماذا أثر بكل الوجود العبارة هنا نعدنا في الزيارة أيضا تدل على ذلك أشهد لقد شعرت لدمائكم أضلة العرش مع أضلة الخلاق سوف أبين إن شاء الله شنو معنى شعرت وشنو معنى الأضلة فإذا هذا ما حصل لله سبحانه وتعالى بعد هذه الداهية الكبرى نأتي إلى المخلوقات ما الذي حصل للمخلوقات من الحزن يعني قلنا الله غضب بمعنى حزن أحزنه ما حصل المخلوقات أحزنها ما حصل نعم كيف ترجمت الحزن الجمادات النباتات الحيوانات الملائكة الإنس الجن ما خلق ربنا عز وجل أو ما خلق الله سبحانه وتعالى ما يرى وما لا يرى كل شيء في الوجود كما أذكر الشيخ على الله مقام ذكر أمور فلسفية رائعة في بكاء كل شيء على الإمام الحسين عليه السلام هذه الروايات الكثيرة صدحت بهذه الأمور وتناقلت بأن الحجار انفجرت دما على أبي عبد الله الحسين عليه السلام ما رفع حجر إلا ووجد تحته دم ليش دم لماذا أي دم نخليها بين قوسين لماذا تنفجر الحجار دم هل هي كالبشر زين تحزن تترجم حزنها بإخراج الدم منها طيب تخرج الماء تتفطر تتصاقط من السماء زين لماذا تخرج دم لماذا هذا الدم أرجو الانتباه بأني لا أريد أن أصرح بكل شيء زين لماذا لأنه تعلمون والحر تكفيه الإشارة أخاف من ظلم ذوي القربة وظلم ذوي القربة أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي خصوصا في هذا الزمان اللي زمان بعد لا رأيه لمن لا يطع وكل يرفع صيصيته كما في كتب الغيبة كل من يتكلم بكيفه وكل من يتكلم على هواه وصرنا ما شاء الله كلها علماء وكلها مخرجين واليوتيوب بعد ما يحتاج لك تسوي لك قناة والنت موجود ولا حدود لهذا النت ماكو حدود شرعية ولا حدود يعني أخلاقية فلا أريد أن أتكلم بالتصريح وإنما بالتعريض وربما التعريض يكون أبلغ من التصريح لأنه لأهل الحكمة ولأهل الفهم هل تساءلنا هل جعلنا بين قوسين حجارة تابكي تابكي النصوص تقول تابكي دما أريد أيها العلماء أيها الحكماء في مشارق الأرض ومغاربها خصوصا من يدعي محبة أهل البيت عليهم السلام أعطوني تفسيرا أعطوني تفسيرا لهذا الحجارة تبكي دما السماء تمطر دما أو عجبتم أن أمطرت السماء دما وهذا قول زينب عليه السلام وهنا خلي بين قوسين أو عجبتم من الذي تعجب من الذي تعجب قتلت الإمام الحسين عليه السلام قتلت الإمام الحسين تعجبه فقط أهل الكوفة تعجبه أو أهل الشام أو نحن أيضا مشمولون أو إلى يوم القيامة هل سيأتي من يتعجب عندما يقرأ الرواية أن السماء أمطرت دما زين إحنا مو شفنا أكو قسم تعجب وقسم أنكر وأيضا ستعجب ربما يعني شنو يعني ملاحظة نعم أمطرت سماء ولكن لماذا أمطرت سماء وعجبه زين يعني أكو تحصيل حاصل أكو شيء حصل لا أشد من ذلك حصل مولانا إنكار لما جرى في كربلة إنكار لهذه الأمور وأنها خزع بلاد وأنها بدع على كل إلى دياني يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم لماذا النباتات تبكي دما وإلى الآن وإلى الآن رأيتم كيف انفجرت تلك التربة في كربلة دما زين وما شاء الله الآن أيضا هذا الأنترنيت بمساوئ وبمحاسن من محاسنة كيف وثقت كثير من هذه القضايا من بكاء كثير من النباتات دما من بكاء كثير من الجمادات دما من بكاء كثير من الحيوانات دما وهجرانها للعمران وسكنها في الخراب بعد هذه الداهية الكبرى حزنا على سيد الشهداء يذكر في بعض كتبنا عن الشيخ حسين بن عبدالصمد الحارث العاملي قدس الله سره هذا أبو الشيخ البهائي المعروف أنه وجد في الكوفة أو مسجد الكوفة وجد عقيقة حمراء هذا من مستحبات هذا العقيق الأحمر يستحب لبسه بروايات كثيرة اقرؤوها في وسائل الشيعة هذا لم يكن أحمراء هذا كان أبيض كان در أبيض وجد هذا الشيخ الجليل وجد عقيقة مكتوب فيها من الداخل يعني مو محفور عليها من الخارج يعني صنع إلهي رباني محفور فيها من الداخل مكتوب بيتين من الشعر أنا در من السماء نثروني يوم تزويجي والدي الصبطيني كنت أصفى من اللجين بياضا اللجين الفضة كنت أصفى من اللجين بياضا صبغتني دماء نحر الحسيني شوف ما الذي جرى الله أيد من فيك أربلا سوفك النباتات الحيوانات الظليمة الظليمة تشعر لو ما تشعر سرح يجينا تكلم لو ما تكلم يفهم لو ما يفهم والله أفهم من كثير من البشر والله أكو جمادات ونباتات وحيوانات أفهم من كثير من البشر ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيل هؤلاء الذين لا يشعرون النبات يشعر الجماد يشعر ذكرت لكم العام الفائت ساعة كاملة محاضرة على شعور كل شيء وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون الناس جهلة بعض الناس بعض البشر جهلة لا يشعرون لا يحسون لا يفهمون لا يفقهون لا يعلمون لكن عدهم اللسان اش طولة بس انطيهم أنا وأنا أنا ابن جلا وطلاع الثنايا الظليمة الظليمة يأتي جواد الإمام الحسين عليه السلام إلى الماء نذكرها الخطباء يذكروها القراء يذكروها لكن ما يتوقفون عندها يبكون الناس نحن نريد بكاء أخواني مو فقط بكاء عادي رح يجيك رأيي الشيخ يقول البكاء أكونوا عين أكو بكاء عادي حتى أهل النار في النار بكوا على الحسين عليه السلام وأكو بكاء حقيقي من بكى من خرج من عينه مقدار جناح بعض عارفا بحقه يأتي الإمام عليه السلام مع جواده إلى الماء الفرس ما ترأسه يريد يشرب الماء خاطبه الإمام الحسين عليه السلام أنت عطشان وأنا عطشان ولا أشرب حتى تشرب رفع الجواد رأسه كأنه شنو فهم الأصحاب المقاتل يقولون هاي منقوله معلوم يعني أصحاب المقاتل يقولون كأنه فهم بل أقول بل فهم أي كأنه شيل بل فهم ولا أشرب حتى تشرب كل شيء يشعر وكل شيء يحس وكل شيء يحزن وكل شيء يترجم حزنه وألمه بطرق مختلفة وهذه الطرق تسمى تشكيكية بالنسبة قولا أو فعلا حسب شنو حسب ضعف الإيمان وقوة الإيمان هذا له علاقة أنا قلت لك أوري لا أعرض لا أتكلم صريحا كلماتي كلها في مقام التعريض فيما ليس في مقام التصريح يختلف ترجمة الحزن والألم مو الجزع والهلع هذا كلامنا هسا كل بيمن أخواني بالحزن وليس بالجزع والهلع التفتوا كلامي دقيق جدا حتى لا يعترض علي أحد أو يستشكل سماحة الشيخ بالأمس أستاذنا الجليل الشيخ الشهرودي عبد الله الكلمة أنا أيضا قايلها هنا عليكم أن تختاروا الخطيب الحوزوي وأنا ما أقل لك مو كل خطيب حوزوي أيضا شنو دارس دراسة جيدة أو كذا مع احترامي لكل الخطباء وجلهم والله يحفظهم خدمة الحسين عليه السلام لكني كنت أنصحهم أول ما أسسنا في النجف الأشرف رابطة خطباء المنبر الحسيني في يوم في يوم ثالث يوم وفاة الشيخ الوائلي رضوان الله تعالى عليه كنت أحثهم على دراسة الحوزة أو لا يتعرضوا إلى المسائل الشرعية أو العقائدية أو غيرها المختلفة اللي فيها كلام لأن هل عندك حصيلة جيدة من العلم حتى تتكلم الآن صار ماكو كل خطيب يفتي تقول له عمي هذا مو خطيب هاي مسألة شرعية فلان قال فلان قال هذا خطيب هذا مو مشتهد هذا معالم هاي المسألة الشرعية لا تذهب بها إلى الخطباء إلا إذا كان الخطيب عالما للأسف إحنا هذا زمان نتغير سابقا كان ما يرتقي المنبر إلا العالم الخطيب كما قال أمس الشيخ الشهر دي الله يحفظه قال ما كان يصعد المنبر أحد إلا بإجازة من العلماء أما الآن فوضى كل من هبوا دب سواله وصله سوداء أو وصله خضرة أو وصله بيضاء وقام يتكلم باسم التشيع وهذا يصح وهذا لا يصح وهذا الدليل فيه كذا وأنا أقول من أنت؟ من أنت؟ درست أربعين سنة في حوزة النجف أو قم حتى تقول أنا وأنا؟ أربعين سنة؟ نعم أقول لك أربعين سنة بل أكثر من أربعين سنة وبعضهم الآن عندنا في النجف فقط أكثر من عشرة آلاف طالب كم واحد يوصل للإجتهاد؟ أربع خمسة يوصلون للإجتهاد أربع خمسة قد يوصلون مثل الأكاديمية الآن كم واحد يصير طبيب من الآلاف المؤلفة كم واحد يصير مهندس فكيف بالإجتهاد؟ ما هذا الجهل عند المؤمنين لا يميز بين المجتهد والخطيب لا يعرف حدود الأحكام الشرعية لا يعرف ما يصح أن يقال وما لا يصح أن يقال ثم يقعد ينتجي ويسب فلان ويسب علان ويحدد هذا الأعلم وهذا الأورع وهذا الأتقى من أنت؟ هلك مرء لم يعرف قدر نفسه؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد أمس ذكر لكم الشيخ ذكر الشيخ الأنصاري زعيم الطائفة قدس الله سره تدري هذا رحمة الله عليه هذا مجاز من الشيخ الأوحد على الله مقامه هذا الشيخ رفض المرجعية والناس ألحوا عليه والشيخ الجواهري كان قبله يا الله قبل وكان إذا سئله عن مسألة يأصر نفسه يأتصر يتأمل ثم يفتي بالمسألة الآن فوضى فوضى أنا أقول من أنت حتى تقول أنت تسأل ما رأي العلماء ما رأي كذا أنت تستفهم نعم أنت مقلد ولست مقلد أنت لست فقيه من حقك الحوار والنقاش إذا كانت عندك حصيلة علمية المهم الحاصل فكل شيء حزن وترجم حزنه بقول أو فعل الأقوال هاي الكثير الآن شخص يدخل على الإمام الصادق عليه السلام وجد عنده طير راعبي فقال اتخذوه في بيوتكم هذا الحمام الراعبي اتخذوه في بيوتكم فإنه يبكي على الحسين عليه السلام ويدعو على قاتليه من يعرف منطق الطير الطير له منطق لو ما إلى منطق قالت نملة زين من الذي يعرف منطق الطير المعصوم يعرف نحن لا نعرف ما نعرف زين سيان عندنا سواء كان هذا اللحن أو بكاء حزن أو فرح زين قد يطرب قد يطرب القمري بالزلزلزلزلين ابن سيرين يقول إن هذه الحمراء الآن أين الجيولوجيين؟ لماذا الشمس صفراء تشرق حمراء وتغرب حمراء؟ لماذا هذا؟ زين الأثر؟ لا بد أن يكون أصفر؟ لماذا أحمر بأحمر؟ ما إلها أي تفسير جيولوجي ابن سيرين فسرها قال إن هذه الحمراء لم تكن قبل مقتل الحسين عليه السلام وإنما صارت بعد مقتله حزنا عليه حزنا عليه الشمس الأرض السماوات كل شيء أشهد لقد قشعرت شنو معنى قشعرت؟ ارجع إلى معاجم اللغة العربية يعني فزعت القشعرير معناه الفزع يا أخواني الفزع أنت الآن من تفزع ويقشعر بدنك يصير بك تغير يقولون هو فزع وتغير ها خلي في بالك اللي يريد يرجع إلى معاجم اللغة العربية القشعرير فزع وتغير تغير بعد التغير مختلف درجات من واحد بالمية إلى مية بالمية ها سأذكر لك الشيخ الأوحد على الله مقامه يقول كل شيء تغير وشلون تغير بالوجود حتى التجارات تغيرت حتى الأنهار تغيرت كل شيء حتى الأصوات تغيرت ظهر الفساد في البري والبحر بما كسبت أيدي الناس وماكو أعظم مما كسبت أيدي الناس وفعلت من مقتل الحسيني عليه السلام أشهد لقد شعرت نقف أخواني بالزيارات نقف بالأدعية نتأمل نسأل نسأل إنما يهلك الناس لأنهم لا يسألون هذه العبارات لها دلالات لها معاني أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب نفس الشيء أفلا يتدبرون السنة الروايات الأدعية الزيارات لأن المراد المعنى وليس اللفظ أشهد لقد شعرت لدمائكم أضلة العرش شنو الأضلة الأضلة ما هي أضلة العرش مو العرش ما قال العرش قال أضلة العرش لو ترجع إلى مجمع البحرين كتاب لغوي للشيخ طريحي رحمة الله عليه صاحب كتاب مقتل المنتخب من أساطين علماء الشيعة وهذا من أشهر كتب اللغة معاجم اللغة عند الشيعة عندنا قليلات يعني معاجم اللغة لما يأتي إلى هنا إلى الأضلة يذكر حديثين الحديثان مضمنهما المفضل سأل الإمام الصادق عليه السلام الأول كيف كنتم في عالم الأضلة هذا العالم تفصيلاته تلقى عند هذا الرجل لم أجد لم أجد أنا هسا مستعد أتحد أي إنسان يعطيني واحد من العلماء تكلم بالتفصيل عن عالم الأضلة أو الزر أو الأشباح أو المثال أو غيرها من هذه المسمات مسميات مثل هذا الرجل قدس الله نفسه رسائله المتفرقة في جوامع الكلم في شرح الزيارة الجامعة في غيرها تفصيلات بالروايات والآيات والأدلة العقلية والنقلية أنا قارئ للصوفية لكبار علمائنا لمل صدر لمل محسن لكل علمائنا قدس الله أنفسهم ولغير علمائنا لا تجد تفصيلات وأي تفصيلات تفصيلات رائعة ودقيقة ومباحث عميقة لكن تحتاج إلى معرفة وإلى خبرة وإلى الطلاع وإلى دراسة حوزة علماء فلاسفة كانوا يسألونه عن هذه الأمور فيجيبهم بلسان الفلاسفة والحكماء والعلماء الكبار كثير منهم كان يصعب عليهم معرفة كثير من العبارات فيطلبون منه ماذا؟ الترجمة أو الشرح لذلك وقدس الله نفسه في هذا يشير في كتاب الفوائد لما ألف كتاب الفوائد الذي الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه حضر عنده هذا الكتاب دراسة هذا الكتاب بعض العلماء طلب منه أن يشرح هذا الكتاب فكتب شرح الفوائد الآن إذا شوفون من مصنفات الشيخ على الله مقام شرح الفوائد هو كان الفوائد بعدين قال له له هذا صعب جدا فكتب شرح الفوائد كتاب عميق ورائع يضمنه ما ذكر عن عالم الأضل عالم الأشباح الذي هذا السؤال المفضل يسأل إمام الصادق عليه السلام سيأتينا في ليلة الأنصار حبيب ابن مظاهر الأسدي يسأل الإمام الحسين عليه السلام في كربلا يا ابن رسول الله كيف كنتم قبل أن يخلق الله آدم عليه السلام فالإمام فالإمام الصادق عليه السلام يجيب المفضل يقول له يا مفضل أول ما خلق الله عز وجل خلقنا في ظلة خضراء في ظلة شنو خضراء ولم يخلق غيرنا ولم يخلق غيرنا ثم خلق الملائكة والخلق جميعا صلوا على محمد الله أستطيع محمد وآله محمد أسأل الحديث طويل أكتفي بموضع الشاهد وأنتم كذلك الحديث الثاني يذكره الطريحي وغيره مذكر في الكافي في البحار على ما أتخطر عن الإمام الصادق عليه السلام يذكر الحديث يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه بأن الله عز وجل خلق الأرواح في عالم الأظلة قبل الأجساد بألفي عام خلق الأرواح قبل الأجساد شنو في عالم الأظلة بألفي عام وآخ بينهم آخ إنما المؤمنون إخوة وسراح يجي نهم تفصيل هذا طينة عليين وطينة سجين أيضا يشمل هذا الحديث في وقته إن شاء الله في ليلة من الليالي ثم ماذا قال أكفت زيادة أذكرها لطيفة ما يتعلق بها الغرض لكنها لطيفة قال فإذا قام القائم اللهم عجل فرجه الشريف ورث الأخ أخاه على هذا وليس على نسب الولادة هذا من الشرع الجديد الذي يأتي به الإمام عليه السلام من القوانين الجديدة ينسخ الإرث بالنسب وإنما يجعل الإرث بمن؟ بالإيمان إنما المؤمنون أخوة ففي زمن ظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف إذا مات مؤمن كل المؤمنين شنو؟ يرثونه كل المؤمنين يرثونه هذا مما ينسخ في زمن ظهور الإمام صلى الله عليه وسلم يأتي الشيخ الطريحي ماذا يقول عن عالم الأظلة ينطيف التعبير يقول هو لعله عالم المجردات عالم يعبرون عنه بالمجردات هذا التعبير موجود عند الشيخ على الله مقامه وكذا لكن بتفصيل يعطي معاني عالم الذر عالم الأشباح عالم الأظلة عالم ورق الآس قبل خلق الأجساد قبل خلق الخلق قبل خلق الوجود ليس هناك سوى محمد وآل محمد الله صلى الله عليه وسلم عرفت الآن معنى أظلة العرش أشهد لقد اقشعرت لدمائكم أظلة العرش أظلة العرش مع أظلة الخلائق يعني الذي تغير وتأثر وتألم ليس هو الظاهر وإنما الجوهر والحقيقة ولذلك إذا التفت العدو إلى مصيبة الحسين عليه السلام لا يبكي إذا كان ملتفتا كما يقول الشيخ على الله مقامه وسوف أذكر لك ذلك حتى أجعله خاتمة مجلسنا اليوم في شرح الزيارة الجامع الكبير هذا السفر الذي ليس له مثيل خصوصا في مقامات محمد وآل محمد في قوله عليه السلام وأحصي جميل بلائكم يذكر البلاء وأن ليس هناك أعظم بلاء منهم ثم يذكر إجابة على سؤال لشيخ الآخند الملة حسين الواعظ الذي سأله عن مسائل ومنها أن في بعض الأخبار يوم أن المنافقين والشياطين لعنهم الله لم يبكوا على الحسين عليه السلام وأما الكافرون فقد بكوا عليه كما ورد أن النار وأهل النار بكوا على الحسين عليه السلام طبعا السائل على مستوى اشتبه لأن المنافقين في النار كافرين في النار لماذا لا يبكون الشيخ سوف على الله مقامه سوف يرتب هذا الأمر فقال أختار لك موضع الشاهد الذي يدل عليه العقل والنقل أن جميع ما في الوجود المقيد من كل ذي هيئة وصورة مما في السماوات والأرض وسكان العناصر والبحار بكوا على الحسين عليه السلام إلا أن بكاءهم على نوعين بيّن النوع الأول أحدهما قال بمقتضى ذي الهيئة والصورة يحتاج معرفة في أحكام الفلسفة والكلام حتى نعرف ما هي الهيئة وما هي الصورة فهذا لأهل العلم لأهل الاختصاص يقول وبهذا النوع بكى كل شيء على الحسين عليه السلام حتى المنافقين والشياطين وأهل عليين وأهل سجين وهذا بكاء معنوي وهو على أصناف ذكر منه أن كل واحد منهم يجد في نفسه ضعفا عن شيء من الأشياء ومنه أن كل واحد منهم يجد في نفسه رقة لشيء من الأشياء ومنه أن كل واحد منهم يجد في نفسه خضوعا لشيء من الأشياء ذكر أنواع هذا البكاء المعنوي من القسم الأول ثم قال ويجري على كل من أشرنا إليه من كل ذي هيئة وصورة من الخلق ومراد بذي الهيئة والصورة ذو الإنية حال وجدانه إنيته غير ملتفت إلى عداوته إلى فترته الأولى يقول ثم عند الشيخ قصيدة رائعة في هذا المعنى وإلى هذا المعنى أشرت بقولي في قصيدة المقصورة هو ديوان الشيخ كل في مرثيات الإمام الحسين عليه السلام أكثر من مستعش قصيدة بعضهم قال عشرين في رثاء الإمام الحسين عليه السلام وإن شاء الله بعض الليالي القادمة نذكر بعضها إما نعيا وإما لطمية أيضا قلت بعد أن اعتذر الوقت مايس لترجمة هذه الكلمات فأكتفي بذكرها قلت ما في الوجود معجم لم يكن إلا اعترته حيرة في استوى كل انكسار وخضوع به وكل صوت فهو نوح الهوى أما ترى النخلة في قبة ذات انفطار وانفراج فشى ما سعفة فيها انتهت أخبرت إلا لها حزن إمامي شوى ما الله عليك من السعادة يشوفوا النخلة هي شي يعني سعفاتها وتذبل وهاي فتقول له هذا حزنا على سيد الشهداء عليه السلام فدوا أروح لك شيخي ما سعفة فيها انتهت أخبرت إلا لها حزن إمامي شوى أما ترى الأثل وأهدابه عند الرياح ذا حنين على أما سمعت النحل ذا رنة في طيرانه شديد البكى والسيف يفري نحره باكيا والرمح ينعى قائما وانثنى تبكيه جرد جاريات على جثمانه وإن تدق القرى والله ما رأيت شيئا بدى في الكون إلا ببكاء تلا هذا الشيخ يقول والله ما رأيت شيئا بدى في الكون إلا ببكاء تلا ثم يذكر ويبين ذلك ثم يقول والحاصل كل شيء يبكي على الحسين صلوات الله عليه تبكيه الرياح بهفيفها والنار بتلهه بها والماء بجريانه وأمواجه وجموده والشمس والقمر والنجوم بتغيراتها من حمرة وصفرة وكسوف وخسوف والجبال بارتفاعها وانهدادها والجدران بانفطارها وانهدامها والنبات بتغيره واصفراره ويبسه والآفاق بتكدرها واغبرارها وحمرتها وصفرتها آه ثم آه الشيخ هنا يتزفر ويتأوه يقول آه ثم آه ثم آه ما أدري ما أقول وتبكيه التجارة بخسارتها وكسادها والعيون بتكدرها والمعادن بفسادها والأسعار بغلائها والأشجار بموتها وبقلة ثمرها وبسقوط ورقها ويبس أغصانها واصفرار ورقها أما سمعت بكاء الأواني حين تنكسر من الصيني والخزف ومن المعادن تبكيه بانكسارها وبصوتها حين الكسر أما سمعت هدير الأطيار في الأوكار وهفيف الأشجار وأمواج البحار وبكاء الأطفال الصغار أما سمعت بكاء الأسفار بعدم أمنية القفار أما سمعت الليل يبكيه بظلمته والنهار بالإسفار أما رأيت تفتت الأحجار وغور البحار وقلة الأمطار وغلاء الأسعار وفساد الأفكار واختلاف الأنظار وقصر الأعمار آه ثم آه ثم آه ثم يذكر تفصيلات ما جرى من عظم هذه المصيبة لأنها مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام ابتدأت مجلسنا هذا بهذه القصيدة للشيخ عبدالحسين شكر النجفي قدس الله سر اللي يقول البدار البدار آل نزار قد فنيتم ما بين بيض الشفار لا تذوقوا المعينة واقضوا ضمايا بعد ضام قضاء بحد الغرار إلى أن قايا لطأطئوا الروس إن رأز حزين قام لواحد من السادة هذه القصيدة كان يقرأها على العلماء في النجف الأشرف كل سنة إلى قصيدة قام لواحد من السادة المعممين العلماء قال لي يا شيخ عبدالحسين لماذا نطأطئ رؤوسنا وقد رفع الإمام الحسين رؤوسنا عندما رفع رأسه قال لي يا سيد فلان اجلس اجلس خلي أكمل القصيدة وسوف تطأطئ رأسك قال طأطئ الروس إن رأس حزين رفعته فوق القنى الخطاء هنا طأطئ رأس لما قال هتكوا عن نسائكم كل خدر أيوة سيدتا أيوة زينبا ومصيبتا هتكوا عن نسائكم كل خدرين هذه زينب على الأكواء ما أدر شلون كان قلب الحوراء زينب لما نظرت إلى رأس أبي عبد الله الحسين ماذا ترجمت وكيف ترجمت حزنها وأنت تعرف كيف ترجمت حزنها لما ضربت عمود المحمل تقول تقول لي أخويا وحق رأسك ونور عيني أنا طول الدهر ما يفتاء يا 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 روني أنا شلو ننساك وأنت نور عيني كم مصيبة جرت على زينب عليه السلام عندما واكبها الرأس الشريفة أنطيك فذ مصيبة من المصائب وألم من الآلام اللي وقع في قلب زينب سلام الله عليها تقول بعض الروايات بأن لما رفعوا رأس الحسين عليه السلام كان الإمام سلام الله عليه يلعن حامل الرأس يقول لي يا بلعون لعنة الله عليك هذا ماذا كان يصنعها كان يتناول صوتا ويضرب وجه الحسين تقل بعد آياك خلني زماغ نبضي بعد آياك مهين علي صعب بعد آياك طحت يحسين تالي العمور بعد آياك كوسرت بحشاء نار الغاية بلا آياك عمور يا عمور يحسي آياك أن راسك حين شفت تالعب عصي يزيد على شفته ذاك الوكيت وجهي لضمت صديت لبحر قاو ندهت شلت يمينك يلضربت يا لما الزماء على الرجز لبت شتمت لي وتعدت لي شتمت يا صحة ودمعين سجية يا سلوة الهادية يا مجدية يا أخو المثل أقضى يا عفتة تضم سيئة لا قوة إلا بالله العلي العظيم أخواني لدينا مرضى يسألكم الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء إلهي ما السنظر وأنت أرحم الراحمين اللهم اشفي كل مريض خصوصا من أوصانا بالدعاء اشفي مرضاهم اقضي حوائجهم أحفظ الإسلام والمسلمين أيد علماءنا العاملين اجعل بلاد المؤمنين في أمن وأمان أخواني الحاضرون احفظهم فردا فردا أخواني المؤسسون تقبل أعمالهم وإلى أمواتهم وأموات الحاضرين ومن مات على الإيمان خصوصا علماءنا الماضين شيخنا الأوحد وخادم الشريعة ومن بينهم وجميع العلماء نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات احمد الحاضرين وإمامي ما تضع وإمامي ما تضع وإمامي ما تضع وإمامي ما تضع ليه حلبها الحنة والله حسين مرمي على الترايب دارت عليه الكتايب حسين مرمي على الترايب دارت عليه الكتايب بلا نصيب بلا يا صاحب صدر ميدان المرام شكرا 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 شكرا